ويلة الشيخ ما حكم دخول الحمام بالشريط اللي سجل عليها قرآن كريم لا بأس أن يتعل الحمام ومعه شريط سجل عليه شيء من القرآن وذلك لأن الحروف لا تبين بهذا الشريط ولا يبين إلا الصوت إذا مر الشريط على الجهاز الذي يظهر به الصوت فلا حال أن يكون مع إنسان أشفطة فيها قرآن أو حديث أو غيره ويدخل بها الخلال